سأقول لك على مدون مجاملة. أنا عندي شخصيا عن نفسي كراجل اللي عبت في نادي الأهلي ومن هنا لعيب صغير مع الله يرحمه كابتن سابت البطل وكابتن شوبير وكابتن ربيع عسين وكابتن طهرة بوزيد ونجوم الكبارة أنا مش عايز أنسى حدي يعني. كنت لعيب صغير عندي 18 سنة وطلعنا. بعدين فضلت لغاية ما رحت احترافت في تركيا وكنت تقريباً تاني كابتن في الفرقة. لعيبة كبيرة عندنا في النادي الأهلي دي رأس مال كنز لفريق النادي الأهلي. وطول عمر النادي الأهلي في حاجة كده يسموها الخمسة الكبار أو الستة الكبار أياً كان عددهم. تختلف من جين لآخر. أنا بالنسبة لي عندي الخمسة الكبار عندنا في النادي الأهلي دول لازم يبقى ليهم لأن دول مثال. كنت تتكلم على حسام عشور رجل من 2003 إلى 2019 ما شاء الله 16 سنة بطولات تضحية. عمره ما عمل مشكلة. يعود يلعب يطلع بره يجيب بطولات. تجديد عقود ما بيكلمش حاجة كتير. عندك وليد سليمان. عندك شريف إكرامي. شريف إكرامي. عندك أحمد فاتحي. بالزبط. الأربعة دول. الأربعة دول يخش معاهم ساعد. ساعد برضو. ساعد سمير. يخش. حمد نجيب. من اللعيبة برضو الكبيرة اللي جت وقدت من 2009 إلى 2010. سمعنا الصوت لي خالص. فيه لعيبة دول لازم تحافظ عليهم. دول لازم تديهم وضعهم. مش معنى أن أديهم وضعهم معناها أن هما هيطلع بره. لا بالعكس. دول أكتر لعيبة منتزمة. أكتر لعيبة منتزمة. فأنا طبعا بحي عشور. شهادة من كابتن محمد يوسف العشور. وبحي كل المجموعة اللي أنا قلت لك أساميهم دول. لأن دول قدوة لمين بقى؟ قدوة لللي جاي. طبعا. واللي جاي صالح بعد سنتين ثلاثة. خلاص هيبقى شارب من عشور. مظبوط. وهكذا احنا تعلمنا كده في النادي يا مويل. كل جيل جمعة وتريكة والمجموعة كبيرة وعمد متعب. جمون وراهم مين؟ عبدالله السعيد. وكان وديد سليمان. وهكذا. نفس الكلام وهكذا. طيب عشور يعني.